شهد العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا نهضة للدبلوماسية البحرينية التي تبلورت أسسها على إرث تاريخي وحضاري لمملكة البحرين إنعكس دائما على سياساتها المتزنة تجاه مختلف الملفات والقضايا وعلى المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والدولي استطاعت الدبلوماسية البحرينية تحقيق الكثير من الإنجازات ما جعل مملكة البحرين قبلة للحوار والتقارب مكانة دولية حظيت بها وسياسة متزنة أكدت عليها مملكة البحرين في العديد من المواقف والمحافل أرساها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعمها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتكون الدبلوماسية البحرينية على الدوام مثالا حيا لاحترام المبادئ والقانون الدولي وتعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم وحظيت العلاقات الخليجية بدعم كامل ومتواصل حيث تمثل المنظومة الخليجية وحدة مهمة في الدبلوماسية البحرينية وكجزء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحرص المملكة دائما على استكمال مقاومات الوحدة والتعاون في البيت الخليجي الواحد لأن المصير واحد والتطلعات واحدة ولأجل ذلك تسخر كافة الامكانيات من أجل استمرار ازدهار المنظومة الخليجية وتماسكها وعربيا وإقليميا دائما ما تفتخر البحرين بعوقها العربي ودعمها لكل ما في صالح الوطن العربي الكبير تعزيزا للتكامل العربي إذ حرصت المملكة على دعم الملفات العربية سواء في جامعة الدول العربية أو في المحافل الدولية وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية على المستوى الدولي مع الدول الحالفة والصديقة من أجل توحيد الكلمة العربية في كل المحافل وخلال أكثر من خمسين عاما استطاعت الدبلوماسية البحرينية تحقيق الكثير من الإنجازات إذ تؤكد مملكة البحرين على مواقفها التي تتسم بالعقلانية وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدولي وتسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية وتعزيز الشراكات الدولية في إطار احترام الشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول وفتح أفاق العلاقات مع الكثير من الدول كما احتضنت مملكة البحرين العديد من الفعاليات الدولية التي تؤكد نجاح الدبلوماسية البحرينية في جعل مملكة البحرين قبلة للحوار والتقارب ترجمة نانسي قنقر